موسيقى موسيقى جوائز مسابقة برنامج المطبخ مقدمة من شركة أمادو للسياح والسفر عمان الدوار السابع موسيقى يسعد مساكم مجددان أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مطبخ صحتين وعافية يعني أكيد كل يوم عن يوم عم نقدم لكم أشهى وألذ الأطباق العربية والعالمية لحتى تكونوا مبسوطين معنا وعم نحاول أن نلبي كل رغباتكم وكل طلباتكم اللي عم تطلبوها مننا بالطبخات خلال شهر رمضان المبارك أكيد منستقبل اتصالاتكم مع الـ 420 30 30 وعلى الـ 420 40 30 وـ 420 وـ 420 63 5 وأيضا تحياتنا لفندق القوات المسلحة الأردنية اللي يوميا عم بيزودونا بشف من الشفات المميزين اللي عم بيقدمونا يوميا أمهر وأطيب وألذ الأطباق العربية والعالمية وأيضا تحياتنا لشركة أبو عودي إخوان اللي أرزمندي اللي بيقدمونا يوميا احتياجاتنا لحتى نحضر الأطباق وأيضا ما مننسى أماده للسياحة والسفر الموجودين على طريق المطار اللي يوميا عم بيقدمونا رحل مختلفة اللي عم بيشاركوا معنا بمسابقتنا اليومية اللي بتظهر بعد برنامج صحتين وعافية الشف وسيد التميمي يسعد مساك وأهله وسهله فيك مجددا أهلين فيك يا الله يسعدك سيد تراشا يمسيك بنوار النبي يا رب يعني شف تعودنا عليك دايما أنه عم نعمل شوي التغيير دايما يعني نبعد شوي عن الرز نحب شوي نكسر الراتين نبعد شوي عن الرز نبعد عن الأشي المعتدين عليه اليومي الرز اللحمة الجاج فحبيت اليوم من شوي نغير في أطباقنا في البداية رح تكون أطباقنا هي عبارة عن شوربة البصل مع الجنبري وبتكون مكوناتها كالآتي عنا ملح فلفل أسود دزر مقطع مربعات قطع صغيرة هيل حب وكزبرة بالإضافة إلى نصف كيلو من الجنبري وواحد لتر من عصير البصل رح تكون الشوربة سهلة بسيطة كثير صحية نعم نجي على الصنف الثاني اللي هو السمك المشوي وانا حبيت أختار اليوم سمك السالمون اللي هو رح تكون تتبيلتنا إله عبارة عن زيت زيتون إشي أساسي للسمك ثومة نعمة فلفل حلو أحمر ناعم رح نستعمل بروكلي بالإضافة للفطر كنوع من الأرضية أو خضرة مع السمك فلفل حار فلفل أخضر حلو فلفل أصفر حلو بالإضافة لعصير الليمون أكيد لأنه روح السمك في ثلاث أشياء اللي هو الثومة زيت الزيتون وعصير الليمون نعم ونجي نستقبل أو عفوا على طبق المقبلات اللي عنا اللي رح يكون فتة الحمص اللي هي بتكون مكوناته عنا حمص عب حمص عادي عفوا لحمة مفرومة طحينية حمص حب مسلوق أي نوع خبز موجود عن ستة البيت خبز حمام خبز فرنسي خبز طعام العادي ما فيه أي مشكلة ما فيه أي روابط فيه عنا هنا الثومة باقدونس كمون سمنة بلدية عشان نعمل القدحة وفلفل حار بالإضافة للسمك حلوة وبالإضافة أيضاً لمية الحمص مية الحمص إذن اليوم رح تكون أطباقنا سمك السالمون المشوي وأيضاً شربة البصل بالجنبري وأيضاً فتة الحمص خلينا نستعرض أنا وإياكم المقادير على الشاشة ورح نشوف مقاديرنا لليوم رح نبدأ بسمك السالمون المشوي واحد كيلو سمك سالمون ثوم ناعم أربع أسنان فلفل حار اتنين قرن ناعم كزبرة ناعمة ربع ضمة باقدونس ناعم ربع ضمة فلفل ألوان ناعم نص حبة ملح فلفل أسود عصير ليمون نص كوب بطاطا مقلية واحد حبة وبروكلي مسلوقة لبروكلي شفقة لا لا بروكلي وجزر مقلي واحد حبة وفطر أما طبقنا الثاني رح يكون شوربة البصل بالجنبري 500 جرام جنبري ملعقة طعام ثوم ناعم اتنين ملعقة طعام كزبرة ناعمة واحد حبة جزر مقطع مربعات واحد لتر عصير بصل هال حب ملح فلفل أسود وزيت زيتون طبقنا الثالث رح يكون المقبلات فتة الحمص 500 جرام حمص خبز مقطع طحينية حمص مسلوق كوب ماء حمص ثوم ناعم فلفل حار ناعم أصير ليمون ملح كمون سنوبر أولوز بقدونس وسمن بلدي للقدحة ولا حم أفروم وأكيد بتقدروا تشوفوا كل المقادير وكل حلقاتنا على صفحتنا على فيسبوك برنامج صحتين وعافية على شاشة التلفزيون الأولي شوف أسيد شو عملت هلا هلا بلشتنا بنا رح نبلش في السالمون لانه تقريبا السالمون بده تقريبا من 25 إلى 30 دقيقة على درجة حرارة 180 بلشتنا في تتميل السالمون في البداية رح استعملنا أول إشي اللي هو الفلفل الحار الناعم عنا فلفل أحمر ناعم فلفل حلو أخضر ناعم برضو وفلفل أصفر ناعم وثومة وماكدونس وكزبرة كلهم خلطتهم هدول شوف مع بعض بالإضافة لابدنا نضيف هسا الملح ورشا من الفلفل الأسود والله لأنه هذا حكينا عنه إشي أساسي في مطبخنا الملح والفلفل الأسود بيشوف رح يكون حار هذا الأسود؟ أنا حبيت أن يكون بحب أن يكون السمك شوي نوعيحة نوعاً ما يكون حار بس ممكن نستثني الفلفل الأخضر والفلفل الأسود طوالة بيصير عندنا عادي أسهل مشحل لسادي المشاهدين ليمون هذا طبعاً؟ أه في البداية حطينا الأعشاب أو الخضرة اللي عندنا اللي هي الفلفل أخضر أحمر أصفر وفلفل حار بالإضافة للأعشاب اللي هي الكزبرة والبكدونس أضفنا زيت الزيتون وعصير الليمون بالإضافة للملح والفلفل الأسود في البداية خلينا نحرك التتبيلة مضبوط عشان كله يتجانس مع بعضه نعم بدنا نقول مبروك لأنعام حسين ضيف الله أبو عقولة ألف مبروك إربحتي رحلة إلى البتراء من أماده للسياحة والسفر رحلة إلى البتراء أنعام حسين ضيف الله أبو عقولة ألف مبروك لإلك هيا بلاشنا في تتبيل السمك إذا بتلاحظي أنا سمك السالمون شرحته عبارة يعني هيا بدأ أزيح التتبيل مرة ثانية نعم شرحته بهذه الطريقة حتى أنه ندخل التتبيلة مع الزيت مع عصير الليمون ما بين أجزاء سمك السالمون عشان السمك يعشق هاي التتبيلة طبعا سمك السالمون من لقبه بملك السمك لأنه هذا النوع من السمك بمتاز بأنه بيعيش ما بين المنطقة الواقعة ما بين البحر والنهر وبمشي بعكس بيصبح في عكس التيار فبالنتيجة هاية بحصل على دميع المواد الغذائية أو خلاصة المواد الغذائية الموجودة ما بين اللي بتخلص من النهر وبداية البحر ومنه بيستخرجوا أغلى أنواع من الكافيار اللي هو الكافيار الأسود فهذا السبب سموه أو لقب بملك السمك أسلحنا هنا؟ نعم تبلنا سمك السالمون حطينا الأرضية اللي هي الخضار عبارة عن بطاطا جزر بروكلي فطر بالنسبة للبطاطا وبالنسبة للجزر أنا قاليهم نص قلية لأن السمك أو سمك السالمون ما بأخذ مدة طويلة في الشوية تقريبا كثيره من 25 إلى 30 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة حالو حسا هيك صارت تتبيلة السمك جاهزة بس كتير بحثوا بشبه الفيلة شف هو أصلا فيلة سالمون فيلة سالمون هو هيك صارت عنا سمك السالمون جاهزة خلينا ندخلها على الفرن تقريبا بدها من 25 إلى 30 درجة دقيقة عفوا على درجة حرارة 180 ندخلها على الفرن خلينا نغير الجلوفز حالو ونبدأ في الصنف الثاني ماسا قطاونة عبدالعزيز دواغري سائد السوالقة فروز سلاحات عم بيقول تحياتنا للشيف وأيضا بلال العجرمي شكرا لإلك رحيق الياسمين كلهم عم بيساعدونا جيلاني القادري عم بتصور المقادير وعم بتنزلها على الصفحة شكرا إلك عم تساعدين لأنه كتير بظلوا يسألوا عن المقادير أمل وعمر عم تقول لك الشكل السمكي كتير بشاهي الله يسعدك يا رب هذا إلي الشرف بهاي الشي هذا خلينا نبلش هاي ساست رشا في شوربة البصل في البداية بدنا نسخن الطنجرة ونجهزها عشان ننزل عليها أول إشي الثومة الناعمة ننزل عليها الثومة الناعمة أوكي تقريبا من اقدار ملكتين طعام صغر مننزل عليهم الهيل الحب تقريبا من سبع عشر حبات هدين مننزل إيش اللي هو الجنبري تقريبا من السومة تقريبا من السومة أو الجنبري أو الربيان وإلو أكثر من السومة إذن حطينا الزيت الثومة نزلت الثومة على طنجرة زي ما هي علشان تقضحها أو بدون زيك نزلنا عليهم الهيل الحب عشان الهيل الحب يتحمص مع الثومة يعطينا تست بجنن نزلنا عليه الجنبري نظاهظ لأنه من تحميس من قدحة الطنجرة الجنبري أو الربيان طوالي يعطى اللون الزهري أنه قرب على الاستواء أنت دايما بتقول لنا هاي النقطة شيف أنه إحنا لازم شوين نحمي الطنجرة قبل ما نحمي طنجرة حمصنا الجنبري مع الثومة مع الهيل الحب مننزل عليهم الجزر برضو منحمصهم شوي ببعض إذا شام أنت ريحة الثومة اتحمصوا هسا نخليهم شوي شوف هاي شربت البصل أنت بس يعني خالط البصل عصير بصل بصل مضروب على الخلاط ليش أكثر من هيك إذا بصل مفروم على الخلاط على الخلاط ما في ولا إشي ما في ولا إشي قدي كم بصلة شوف أنت حطيت عليه تقريباً لتر البصل أو عصير البصل بده تقريباً راسه نص من البصل هيك إحنا في البداية سخنا طنجرتنا نزلنا الثومة نزلنا عليها الهيل الحب بعدين نزلنا عليها الجنبري أو الشرم أو الروبيان حوسناهم شوي ببعض بعدين نزلنا عليهم عصير البصل خليها الشوربة تطبخ براحتها بده تقريباً من ربع ساعة لثلت ساعة تقريباً خليها تطبخ براحتها هيك سارة الشوربة يشوف بعدين راح نبلش في تتبيلها ونضيف إلى الكزبرة في النهاية منير الشرمان ونوال معايطة بوران حسان محمد الغواري سجا الخلوف معتصم الحوري صالحة الطراونة دارينا زيد تحياتنا لكم جميعاً عم بقرأ الأسماء يعني أنتو كلكم عم تنسوا على الشيف وعلي شكراً لكم وللبرنامج بس لا حتى ما تزعلوا علينا الله يساعدكم أبو عادل عدول نيفين العناسوة جانا القناوي عم تسأل عن معمول العيد إن شاء الله قريباً راح يكون عندنا حلقة خاصة يعني بكرة أو بعده راح يكون عندنا حلقة خاصة للمعمول إن شاء الله مع شف أيمن جدوع إن شاء الله ريماسل أزعم تقولك كل عام وأنت بخير وأنت بخير والصحة والسلام أعيد عليك أول وحدة الله يسعدك يا رب نعم أسا خلينا نراجع معلوماتنا دخلنا سمك السالمون على الفرن بعدما تبلنا وعفرشنا أرضيته بالخضرة بلشنا برضو كمان في شوربة البصل سخرنا طنجرتنا نزلنا عليها الثومة الناعمة مع الهيل الحب على الطنجرة حمصناهم ببعض شوي نزلنا عليهم الجنبري حمصناهم برضو مرة ثانية ببعضهم وضفنا لهم الجزر تحمصوا كلهم صار في عنا أو بنلاحظ في قاع الطنجرة صار في عنا اللي هي اللي زي ما بيحكوها القاع أو اللي هي القاع فهذا هو التست كله موجود فيها لما أضفنا لها عصير البصل كله رح يتجانس مع بعض البعض نستنى عليه بأنها يغلي شوي عشان نبلش في توابلول رح تكون ملح وفلفل وكزبرة حالو من فلسطين شف غدير أبو سبيتان عم توجه لك تحية الله يسعدك يسعدك حمودي الطراونة علاء جمز تامر بني ملحم أم سلطان ميرفة النابلسي شيماء حتاملة حسن الحواري من السعودية شف عم بيوجه لك تحية الله يسعدك يسعدك يسعد هذا من أعز أصدقائي وهو برضو شف في مملكة العربية السعودية إلنا الشرف سيد حسن الله يسايدك نسخي نشيك برضو على الشوربة هيا برات التغلي شوي الشوربة أريد أن تطبخ بعضها لبعض تتجانس مع بعضها الزناء برضو النعيمي ومحمد العبادي عم بيمسي عليك شف الله يمسيك يمسي بنوار النبي يا رب الله يسعدك يسعدهم نعم شو رأيك شف احنا ضل عنا فتة الحمص ضل عنا فتة الحمص ضل عنا فتة الحمص وعبينما السمك يستوي عبينما شوربة الشرم تطبخ مزبوط بدنا نبلش في فتة الحمص طيب قبل أن نبلش في فتة الحمص شف شرائك نروح فاصل نروح فاصل قصير وبعده نرجع نشوف شو صار بالسمك والشوربة ومنعمل فتة الحمص ان شاء الله فاصل قصير خليكم معنا بمطبخ صحتين وعافية ايد يسعد مساكم وأهلا وسهلا فيكم ما زلنا متواصلين معكم بمطبخ صحتين وعافية على شاشة التلفزيون الأردني وطبخاتنا لليوم سمك السالمون المشوي وشوربة البصل بالجنبري وأيضا فتة الحمص قبل الفاصل حطينا السمك المشوي بالفرن والشف قسيد تحطينا الشوربة على الغاز وهلأ بدنا نشوف شو صار بالشوربة شف في البداية مسلخي المرة ثانية يا جميع مشاهدينا زي ما حكينا احنا ركبنا شوربة الجنبري على الغاز حاليا شوربة الجنبري اطبخت زي ما احنا شايفين الجنبري وصل لمرحلة الاستواء تقريبا مرحلة استواء الجنبري اذا نزل على موية مغلية من ثلاثة لأربعة دقائق بيكون مستوي فعليا وزي احنا بدنا نأخذ طعم الجنبري او الشرم يتناغم مع البصل والثومة حتى نحصل على شوربة صحية شوربة مفيدة حاليا نبلش نتبل الشوربة نعطيها معلقة من ملح الطعام او معلقة ونص ما في مشكلة نضيف لها شوية من الفلفل الاسود ومنضيف لها شوية من الكزبرة الخضرة بتعطيها برضو ايش طعم بجنن طعم بجنبري طعم بجنبري جاهز خلينا نبلش في الفتة يلا في البداية بدنا نبلش عندنا هون حمص حمص عادي موجود في اي مطعم حسب الكمية انا بدي استعملها حسب الجلط اللي انا مجهزوا هاي الحمص اللي عندنا برضو نزودهم شوية ما في مشكلة نضيف اليها الخبز اللي احنا مقطعينه شو ما كان نوع الخبز عند ست البيت اي نوع خبز موجود عندها ممكن تستعمل بس الافضل او الاسكى اللي هو الخبز الحمام او الخبز الفرنسي او اللي بسموه خبز السمون هسه هون عنا صار الحمص مع الخبز عنا حكينا ميت الحمص الحب المسلوق منضيفوا الها منحركوا في بعض شوية هيك حتى انو نذبل الخبز مع الحمص اذا حطينا حمص وخبز ومية الحمص هلا ومية الحمص المسلوقة اللي عنا هسنا بني جاء على المرحلة الثانية اللي هي فتة الحمص بدنا نجهز تتبيلك فتة الحمص عنا هون طحنية انا حالها بمية اكثر من هيك ما فيه بس مية يعني طحنية وعليها مية رخيتها للمستوى اللي انا بديها مننزل الطحنية هاي بتعطي طعم يعني هي صاحبة النكهة لفتة الحمص اللي هي الطرطر اللي هو بسموه الطرطر هاي عنا هون طحنية مية وطحنية طحنية محلولة بمي عصير ليمون منيها شوي تكون حامضة منعطيها معلقتين او ثلاثة من الثوم الناعم اه حاطوا شوف انت بزيت هذا صاح؟ اه بزيت هكينا المرة المالية عشان يحافظ على الثوم ما ما تخضر حطنا الفلفل الحار منعطيها رشة من الكمون الكمون عشان بعطيها طعم بجنن للفتة منعطيها شوية باقدونس برضو وهون شوية من زيت الزيتون منحرك مزبوط هون هيك منحركها هسا هاي الخلطة اللي سويناها اللي هي الطرطور اللي هي تكونت من ثومة فلفل حار عصير ليمون لزيت زيتون وكمون منضيفها على الفتة منضيف جزء منها على الفتة من هون هيك حتى نعطي الطعم للأصل للخبز والحمص خلينا نشينهم شوي ها سرح نبالش في عملية التطبيق للفتة بدنا نضيف اللحمة اللي احنا مجاهزينها السمنة داك تحط السمنة بلدية عندنا هون بدنا ننزل عليها اللحمة أنا اللحمة تقريباً أمستويها ثلاثة رباعة على استواء عشان موقت برنامده شوية يضيق بحصولنا مننزل اللحمة أحسن السمنة البلدية شف السمنة البلدية هي بتجيب طعم الفتة الفتة شامية يعني فمعروفين بلاد الشام بالسمنة البلدي ونكهة مميزة منقلب شوية في السمنة منخلي شوية تتحمص هسه منبلش في سكب الفتة بسم الله أعرفات الجبعة رؤى المومني أحمد الدخيل محمد الخريسات عليان الخزعلي تهاني السليحات هيا القواقزة جيلاني القادري وبهاء غيث محمد نسور هبا المحاسنة أم خالد هبا بدران عم تسألك عن الكليماري بتقدر تعمل فيه إشي غير الألي الكليماري بتساوى بأكثر من طريقة ممكن يتساوى مشوي بالفرن ينحشى بالحشوة اللي استعملناها إحنا التطبيق لهاية ممكن تحشيه تشويه بالفرن ممكن تقطعه تسلقه تساويه مطفة بالثوم والليمون هسه ستراشة حطينا الطبقة الأساسية من الفتة اللي هي تكونت من حمص عادي مع الخبز مع مية الحمص أضفنا عليها شوي من الطرطور هسه بدنا نحط هاي الطبقة الطرطور على وجه الفتة بالشكل هذا زي ما احنا شايفين بتعطيها لون بتعطيها ثوم تعطيها لون بتعطيها طعم الطبقة الأخيرة هاي اللي أضفناها إحنا رح تبلش الحمص مع الخبزة تشربها بتنزل لأسفل الجاط اللي إحنا مجهزينه قلنا شوي لازم تكون حامضة صح شب؟ شوي تكون فيها حموضة نشيك على اللحم برضو نشوف شو وضع اللحمة اللحمة تقيباً صارت جاهزة ننضيف لها اللوز أو السنوبر ما في مشكلة بس إحنا بس إحنا بدنا نعطي للوز طعم اللحمة وطعم السمن البلدي نقلبهم ببعض بشكل هذا نتركهم شوي يتحمصوا يذبلوا مع بعض شربة الجنبري برضو أخينا نتابع أمورنا شو فيه عندنا على الغاز شربة الجنبري تقريباً صارت جاهزة أسرح نبليش نسكب فيها بس خليها نخلص من الفتة نخلص من المرحلة هدي لي الدراتكا عم تسلم عليك شف الله يسلمك ويسلمها يا رب الله يسعدك أوس التميمي شكله بقرب لك شف أخوي تحياتنا لأيلك يا أوس لانا بدارنا الله يسعدك أسرح نبليش سترش مبسوطين عليك إخوانك شف تعملهم هيك أكلات بالبيت والله أنا ما بصحلي مجال أني أتفنن في بيتي لأنه شوي شغلنا حارمنا شوي من بيوتنا الله يعطيكم الفعافية أكيد نحن ندعوكم أنكم تزوروا فندق القوات المسلحة اللي موجودين في طبربور عندهم أمتع وأجمل السهرات الرمضانية وأطيب الأكلات أيضاً اللي عم نشوفها يومياً عم بعملوها نحن نشوف جزء بسيط من اللي عم بعملوه بالفندق أكيد بدنا نذكر باسم الرابحة أيضاً اللي ربحت رحلة إلى البتراء وهي أنعام حسين ضيف الله أبو عقولة ألف مبروك يا أنعام اربحتي رحلة إلى البتراء من شركة أمادو للسياحة والسفر الموجودين على طريق المطار دوار السابع هكذا صارت فتة الحموص لدينا جاهزة دعنا نسكب الشوربة و كمان الشوربة صارت جاهزة دعنا نسكبها هنجيب صحن الشوربة نعم شربت الشرم يعني هلأ صارت شربة الجنبري مع البصل جاهزة جاهزة سترشة نعم بكل فوائدها الغذائية أدي مفيد البصل شف فعلا أكيد هو يعني يعتبر البصل يعني يفتح الشرينات في الدسم بشكل مش طبيعي هاي الشوربة تطلع ريحة مثلا لان دائما البصل و نقول بيطلع ريحة لا 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 و ك 것처럼 بقسرنا لأنما يكون في عنّا ريحة للثومة ولا للبصل كسرناها بالكثرة يسلموا هيك شف صارت عنا الفتة جاهزة صارت عنا شوربة الجنبري جاهزة صارت عنا شوربة الجنبري مع البصل برضو كمان جاهزة نعطيها شوي من اللون الأخضر خلينا هسا نشيك على طبقنا الرئيسي نعم خلينا نشوف سمك السالمون شو صار فيه المفروض يكون جاهز هو فعليا سمك السالمون صار جاهز زي ما احنا بدنا بخضاره بزيت السالمون المميز خلينا نجيب الجاط ونسكب يعني الخضار اللي موجود بروكلي والماشروم كتير طيب حواليه عملوا شوي غير الألوان خلينا بس شوي نعزل الطاولة قدامنا يلا خلينا نبلش في سكب السمك نسكب السالمون في نص الجاط بطريقة هاي نعم بدي استعمل ايدي شوي في بعض من المشاهدين اللي لاحظتم من هم علا قلوني انا بستعمل ايدي بس انا لابس كفوف طبية هاي يعني انظف من ما انا استعمل اي معدات ثانية نعم يعني اكيد فندق القوات المسلحة كتير بيهتموا بالسلامة العامة وبيهتموا بالمطبخ اكيد عنا فريق سلامة عامة ومحافظة اصطف كامل بس لنظافة الفندق والمطبخ والسلامة الغذائية من اهم اولوياتنا اهم اولويات ادارتنا مونير الشرمان تحياتنا لك وشكرا على الصورة مصورنا واحنا على الشاشة غزل علاونة ايضا سيهام الجعافرة غدير الزغول حاملة العالم الاردني علي الاحمد متبل بيتنجان عم يطلبوا علي احمد ما في مشكلة سبب احكيلو عم متبل البيتنجان ياسرة عمرو من فلسطين تحياتنا للك وكل اهلنا بفلسطين وكل اللي عم بتابعونا من كل الدول العربية عبدالعزيز دواغري ام راشد الغواري اسلام التميمي لانا بدارني امل وعمر عبدالله الحواتي تحياتنا لكم جميعا كل اللي عم بتابعونا على صفحتنا وعلى شاشة تلفزيون هيك السمك صار جاهز معانا شيف هيك السمك السالمون صار معانا جاهز فتة الحمص برضو صارت جاهزة شوربة الشرم او الجنبري بالبصل صارت جاهزة من شيك على الجاط وان شاء الله انه يكون طبق ننال على اعجابكم ولبيت طلباتكم يسلموا هل ايدين شيف سيدة تميمية شكرا كتير اليك اكلاتنا اليوم كتير طيبة الله يعطيك ألف عافية شيف الله عافية عملك يا رب ان شاء الله انه اطباقنا تكون عجبتكم لليوم خلينا نشوف هديك شيف ما فيه مشكلة خليها عنك اذا هيك بتكون اطباقنا جاهزة لليوم نتمنى انها تكون عجبتكم تحياتنا للكم من مطبق صحتين وعافية نشوفكم بكرة بنفس الموعد الساعة واحدة الى اللقاء مصحتين وعافية ارزمندي سر بسمتي جوائز مسابقة برنامج المطبخ مقدمة من شركة امادو للسياح والسفر عمان الدوار السابع